في هذا الفيديو سوف أقوم بإثبات عدد من الخصائص الأساسية للضرب القياسي أو النقطي وقد تجد ما أقوم به في هذا الفيديو شيئا مملا أتعلم شيئا؟ إنه بالفعل ممل لكنني أقوم به لسببين الأول أن هذا من إحدى الأشياء التي تتعرض لها في مساق الجبر الخطي لكن الأهم أنه يعطيك انطباعا عن كوننا نقوم بالبناء خطوة بخطوة بالتقدم في علم الرياضيات المتجهات من الصفر إلى الأعلى ولا يمكنك أن تفترض أي شيء حيث تحتاج أن تثبت كل شيء بمفردك إذن الشيء الأول الذي نريد إثباته أن الضرب القياسي عند إيجاد محصلة الضرب القياسي بحيث عملية الضرب القياسي للمتجهين V و W تعد عملية تبادلية أي أن V ضرب W تساوي W ضرب V وبذلك فإن ترتيب المتجهات المضروبة ليس بالأمر الهام كيف نتحقق من ذلك؟ حسناً كل ذلك عبارة عن نمط عام لعديد من الإثباتات المستخدمة مع المتجهات لنكتب المتجهات V سيكون شكلها عبارة عن V1 V2 وصولاً إلى VN ولنقول أن W عبارة عن W1 W2 وصولاً إلى WN إذن ماذا يساوي V ضرب W؟ حصل الضرب القياسي للمتجهين بالتالي الإجابة تساوي W1 V1 زائد W2 V2 وصولاً إلى زائد VN WN حسناً هذا جيد الآن ماذا عن ناتجه ضرب W في N؟ عندما كتبت التعريف كل ما قمت به هو إيجاده حاصل الضرب لكن سأقوم بذلك بناء على النظام الذي أعطونا إياه لكن سأقوم بذلك بناء على النظام الذي أعطونا إياه حاصل ضرب WVV يساوي W1 V1 زائد W2 V2 وصولاً إلى WN VN حاصل ضرب WVV يساوي حاصل ضرب VVW حيث أن V1 W1 تساوي W1 V1 وأستطيع قول ذلك الآن لأننا نتعامل مع عملية ضرب عادية وليست قياسية عند إيجاد حاصل ضرب المتجهين كنا نتعامل مع متجهات وكنا نتحدث عن هذا النوع الغريب من عمليات الضرب والمسمى بالضرب النقطي أو القياسي لكن الآن أستطيع بالتأكيد القول أن هذين المقدارين متساويين لأن V1 ضرب W1 عبارة عن عملية ضرب عادية وتتسم بكونها عملية تبادلية وقد تعلمنا ذلك في الصف الثاني أو الثالث بالتالي تعلم أن هذين المقدارين متساويين ومن خلال المسألة ذاتها تعلم أن V2 W2 تساوي W2 V2 وأن VN WN تساوي WN VN تستطيع إعادة كتابة كل من المقادير دون الاهتمام بترتيب العناصر وتعد هذه إحدى خواص ضرب الأرقام الحقيقية بالتالي هذا يدل على أن حاصل ضرب WVV يساوي حاصل ضرب V في W إذن لقد قمنا بإثباتي أن الترتيب ليس مهم في عملية الضرب القياسي الآن الأمر التالي والذين نود تسريط الضوء عليه هو التحقق من كون الضرب القياسي يتمتع بخاصية التوزيع بالتالي لنعرف متجها آخر اسمه X سأقوم بتعريف المتجة وهو يحتوي القيم التالية X1 X2 وصولا إلى XN نود التحقق من كون الضرب القياسي يتمتع بخاصية التوزيع وسوف نقوم بذلك من خلال ضرب المتجة X في VZW أولا لا يهم الترتيب الذي ستتم به عملية الضرب وذلك لأن الضرب القياسي يتمتع بالخاصية التبادلية لقد استعرضنا ذلك قبل قليل لكن يمتاز الضرب القياسي بخاصية التوزيع فيجب أن VZW ضرب المتجة X يساوي VZXZWX إذا كانت هاتين مجرد أرقام وكانت هذه عملية ضرب عادية يمكنك إيجاد حاصل الضرب بالتالي لنرى إن كانت هذه شرط التوزيع ينطبق على عملية الضرب القياسي ما ناتج جمع VZW سوف نقوم بإضافة كل من القيم المتقابلة VZW يساوي V1 زائد W1 V2 زائد W2 وصولا إلى VN زائد WN ومن ثم نضرب هذه المقادير ضربا قياسيا مع X1 X2 XN وما الناتج؟ حسنا سنحصل على V1 زائد W1 ضرب X1 زائد V2 زائد W2 ضرب X2 وصولا إلى VN زائد WN ضرب XN لقد قمت بإيجاد حاصل الضرب القياسي بين هذين المتجهين حيث بإضافة قيم المتجه V لقيم المتجه W ومن ثم قمنا بضرب القيم الناتجة من عملية الجمع بالمتجه X هذا كانت ضرب القياسي هذا كان الضرب القياسي V1 زائد W1 ضرب X1 زائد V2 زائد W2 ضرب X2 وصولا إلى VN زائد WN ضرب XN هذا المقدار وكله يساوي V زائد W ضرب المتجه X لنكتب ذلك هنا الآن ما حاصل ضرب المتجه V في المتجه X لقد رأينا ذلك مسبقا الناتج يساوي V1 X1 زائد V2 X2 وصولا إلى VN XN سوف نكتب هذه القيام على شكل مركبات وليس متجهات حيث لا يوجد أي متجهات الآن هذه مجرد مركبات حقيقية ما حاصل ضرب المتجه W في المتجه X الناتج يساوي X1 W1 زائد X2 W2 وصولا إلى WN XN الآن ما نتيج جامع V ضرب X وW ضرب X ولاحظ هنا أقوم بإضافة كميتين قياسيتين V ضرب X كمية قياسية W ضرب X كمية قياسية نحن لا نقوم بجمع المتجهات بعد الآن V في X زائد W في X يساوي V1 X1 زائد W1 X1 زائد V2 X2 زائد W2 X2 وصولا إلى VN XN زائد WN XN أعلم أن هذا ممل لكن يمكنك على الفور رؤية أننا نتعامل مع عداد هنا بالتالي نستطيع أن نأخذ X كعامل مشترك ماذا سيصبح لدينا الآن؟ هذا يساوي V1 زائد W1 في X1 زائد V2 زائد W2 في X2 وصولا إلى VN زائد WN في XN هذا المقدار الذي توصلنا إليه يساوي ناتج V زائد W ضرب X إذن رأينا أن V زائد W ضرب X تساوي V ضرب X زائد W ضرب X وبهذا نكون قد تحققنا من أن عملية الضرب القياسي تتمتع بخاصية التوسيع قد تتساؤلون عن قيامي بهذه الخطوة سبب قيامي بذلك هو أنني أود إثبات هذه الخاصية خطوة بخطوة لا يمكنني مجرد افتراض ذلك لكن يبدو البرهان مباشرا للغاية وبشكل عام لم أقم بتلك البراهين عندما شرحت عملية جمع المتجهات أو ضرب المتجهات بكميات قياسية وكان من المفترض أن أقوم بشرحها لكن يمكنك القيام بذلك وإثبات أن عملية ضرب المتجهات بكمية قياسية تتمتع بخاصية التوزيع والتبادل وذلك بنفس الطريقة التي استخدمتها هنا حيث أن العديد من كتب الرياضيات أو الجبر الخطي تترك هذه الأمور كتمارين للطلاب لكن دعني أريك شيئا أخيرا سوف أتحدث عن خاصية التجميع لنرى إذا ضربنا كمية قياسية في المتجهة من ثم أخذنا حاصل ضربها قياسيا وقمنا بضربها قياسيا بالمتجهة بليو سوف أضع علامة استفهام في الأعلى لأننا لم نتحقق بعد من وجود الخاصية التجميعية إذا كانت هذه عملية الضرب عادية عندها فالمقدار يساوي C ضرب حاصل ضرب المتجهة V في المتجهة W ضرب قياسي لنستنتج ذلك ماذا نعني بما يلي C ضرب المتجهة V يساوي C ضرب V1 C ضرب V2 وصولا إلى C ضرب VN من ثم نضرب الناتج في المتجهة W ما الناتج؟ يساوي WCV1W1 زائد C في 2W2 وصولا إلى WNVLC بالتالي هذه تساوي VC1W1 زائد VC2W2 وصولا إلى WNVNC ونستطيع رؤية أن هذا الناتج يساوي C ضرب V في المتجهة W الآن أود إخباركم أنه عندما بدأت دراسة الجبر الخطي وكان الأستاذ يكلفنا بمثل هذه التمارين كنت أقوم بها على نحو سيء إذ أنها تبدو واضحة بشكل سخيف حيث كنت أقول أنها أمر غاية في الوضوح إذا نظرت إلى مركبات المتجهة فتصبح عبارة عن ضرب كل من مركبات المنفصلة ومن ثم تضيفها معا وبذلك تتحقق الخاصية التجميعية لذا فهذا واضح ولم أرى أي صعوبة في القيام بذلك واستغرقت مني هذه التمارين وقتا قليلا للغاية واتضح لي فيما بعد أن المطلوب مني كان مجرد كتابة هذه الخطوات لم يريدوا شيئا خارقا للعادة فقط أرادوا مني أن أريهم كيفية الحل خطوة بخطوة وكل ما عليك فعله هو افتراض خاصية التوزيع التجميع والتبادل للأعداد الحقيقية حيث من الممكن تمتع المتجهات والضرب القياسي أيضا بهذه الخواص بالتالي أمل أنكم وجدتم ذلك مفيدا بشكل كافي وسنرى في الفيديو القادم كيفية استخدام أي من خواص المتجهات المفيدة هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر